وتنفيذاً للقرارات التي توجت الاتصال الهاتفي يوم أمس بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه رئيس دولة فلسطين الشقيقة السيد محمود عباس أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتاربين الفلسطيني محمود أو محمد مصطفى وبهذه المناسبة جدد أحمد عطاف تهانه الحارة لمحمد مصطفى على تعيينه رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية والمغتاربين بدولة فلسطين الشقيقة معرباً عن تطلعه للعمل معه بشكل وثيق خدمة للقضية الفلسطينية وتحقيقاً للمشروع الوطني اللسيق بها وتندرج هذه المكالمة الهاتفية في سياق متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس من ضرورة تعزيز التنسيق بخصوصية تحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي كما ناقشا الطرفان تطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيقة لا سيما في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر